شكراً إن سجلات الظروف الجوية في دبي قد استأنفت أو قد أصبحت جديدة واستجدت علينا مقارنة بما حصل في خلال السنوات السبعين المنصرمة إن مناطق في الإمارات قد شهدت تساقطات تصل إلى 200 مليليتر وهذا الأمر يتجاوز المعدل القياسي لكل سنة إن تأثير ذلك في المطار كان تأثيراً شديداً بطبيعة الحال إن العمليات والرحلات الجوية قد تأثرت ليس فقط بسبب ظروف المطار بحد ذاته وإنما بسبب الطرق المؤدية إلى المطار والتي قد طمرتها المياه وغمرتها وبالتالي قررت الرحلات الجوية أن تعطل عمليات تسجيل الوافدين للرحلات القادمة حتى منتصف ليل هذا اليوم وسوف يعد النظر في هذا القرار لأن الفكرة هي أن يتم تنظيف المطار وذلك من أجل إفساح المجال أمام حركة طبيعية ومن أجل أن تصوى الأحوال الجوية ونحن طبعاً نرى بأن العديد من الطائرات قد ركنت في المطار وعلى المدارج وبالتالي لن يتمكن من تيسير هذه الرحلات نظراً لديق المساحة مع توقف العديد من الطائرات وبالتالي فأن العديد من الرحلات قد تم إلغاؤها حتى الساعة 415 رحلة تم إلغاؤها مما يعني 187 رحلة وافدة ورحلات أيضاً مغادرة إن أولويتنا هي أن نحرص على أن نضمن رفاها الموظفين والمسافرين وهذا الأمر يتصدر جدول أولوياتنا وبالتالي فأننا نوفر لهم طبعاً المأكلة والمشربة وذلك لكي يتمكنوا من خدمة الأشخاص الذين ينتظرون رحلاتهم الهدف الآن هو أن نتمكن من إخلاء المدارج وأن نجد سبيلاً لكي تتمكن الرحلات المغادرة من تيسير أعمالها حتى ولو كان ذلك يقتصر على ركاب الترانزيت داخل المتراف الترمينول لأن الهدف هو أن نتمكن من الوصول إلى شبه حركة عادية نتوقع أن تعود العملية إلى طبيعتها في غدون الساعة 24 المقبلة وعندئذ يمكننا أن نصدر بيانات في مرحلات لاحقة ولكن المسافرين الذين يتوقع أن يسافروا هذا اليوم فلن يتمكنوا من المغادرة ونطلب من جميع المسافرين أن يتحققوا إلكترونياً مع الخطوط الجوية لكي يطلعوا على مواعيد الرحلات الجديدة قبل أن يبدأوا بمعاملات تسجيل الدخول نعم سيد بول انتقالاً إلى حجم الخسائر الذي نتج عن تعليق الرحلات عبر مطارات دبي هل تم تحديد حجم الخسائر حتى الآن؟ إن محور تركيزنا هو استئناف عملياتنا وضمان رفاهم عملائنا والمسافرين بطبيعة الحال سوف يستغرق سوف يؤدي هذا الأمر العديد من الإجراءات الإدارية وبالتالي فإن استئناف الرحلات سوف يكون يستغرق وقتاً وعند إذن يمكننا أن نرى تأثير ذلك ولكن الأولوية هي استئناف العمليات الطبيعية وضمان رفاهم عملائنا لأن هذا الأمر هو في صدارة أولوياتنا يعني فعلياً اليوم سيد بول ربما هذه السابقة التي تعرض لها أو تحديداً بالنسبة للقطاع الطيران التعاون اليوم مع مطارات دبي مع الرحلات أو بالنسبة للشركات الطيران سواء المحلية أو حتى العالمية هنا نتحدث عن الطيران أو الرحلات القادمة إلى المطارات إذن المسألة هي مرتبطة طبعاً بطريقة العمل وإننا نعمل بشكل أساسي مع بلدية دبي ونحن نقوم بإخلاء الطرق ونقوم إذن بتصفية الأجواء والهدف هو طبعاً استئناف العمليات ونحن نعمل بشكل وثيق مع عملاء الخطوط الأجوية لكي نستأنف إذن العمليات وكي نتحقق من أن تتم تسوية هذه الأمور بالنسبة إلى الجميع طبعاً هذا الأمر قد يستغرق ساعات طويلة وسوف يتعين علينا أن نواصل عملياتنا على مدار الساعة وبالتالي فأن القدرة على تلبية حاجاتهم هي بأهمية مشاركة الجميع في عملية التعافي سيد بول انتقالاً إلى الانفاق على البنية التحتية لمطارات دبي بالنسبة للعام 2023 كم بلغت وما هي أيضاً توقعات الانفاق للعام الحالي بطبيعة الحال نحن نحرص على صيانة المطار لأننا نعمل على مدار الساعة طبعاً وهذا الأمر هو أمر جوهري لدينا برامج شاملة يتم تطبيقها لا يمكننا طبعاً أن نفسح عن المبلغ الذي منفقه على البنية التحتية ولكن ما حصل ليس أمراً مرتبطاً بالبنية التحتية بل هو مرتبط بتساقطات الأمطار التي تجاوزت 200 مليليتر في 24 ساعة وهذا الأمر طبعاً يتجاوز أي أمر كانت الإمارات لتتوقعه وهذا يفوق كل التصورات إذن المسألة ليست مرتبطة بعدم فعالية البنية التحتية بل إنما البنية التحتية هي في حال جيدة والمسألة هي مرتبطة بإخلاء أو بتصريف الكميات الكبيرة من المتساقطات لدينا طبعاً عدد كبير من الطائرات الرائكين ولدينا العديد من الموظفين الذين يعملون على تصريف هذه المياه كما أننا نقوم بالركن الطائرات على المساحات المدرجة إذن نحن نسخر كل قدرات المطار وكل موارده المسألة هي ببساطة مرتبطة بإمكانية التعامل مع حالات الذهاب والإياب المتأخرة والحرص على أن يصل الجميع بسلام وأمان إلى وجهتهم طيب هل هناك تم رصد سيد بول في هذه المرحلة وجهات معينة تأثرت بشكل أكبر من نظرتها سواء بالنسبة للرحلات المغادرة أو القادمة لمطارة دبي طبعا لم تعاني أي وجهات محددة بل إنما طبعا تأثرت جميع الوجهات وذلك نتيجة عمليات التأجيل وعمليات الإلغاء أعتقد بأن كل مسافر يرغب في السفر ويواجه صعوبة يتوجع له أن يتصل بالخطوط الجوية أو أن يطلع على النوقع الإلكتروني لمطار دبي حيث المعلومات يتم تحديثها على مدار الساعة وسوف نقوم بنشر معلومات إضافية حول موعد أرحلات القادمة وذلك مرتبط بطريقة التعامل إذن نحن نطلب الجميع لا يتوجه طبعا إلى المطار إلا إذا وردتهم معلومات يقين بشأن مغادرة طائراتهم لأن الوضع الحالي هو وضع حرج نحن نعمل مع بلدية دبي وذلك من أجل تيسير الأمور ومن أجل إعادة الأمور إلى مجرها الصحيح وكلنا أمل أن نكون في الساعة 24 المقبلة قادرين من استئناف نشاطاتنا الطبيعية سيد بول دعنا نستغل توجدك معنا على شاشة NBC عربية وكنا شاهدنا مؤخرا الأرقام الأخيرة التي صدرت وتصدر فيها وتصدرت فيها مطارات دبي يعني مراتب جديدة من حيث عدد المسافرين القادمين إليها اليوم كنتم أشارتم ربما عدد كبير من العوامل التي أدت إلى هذه من ناحيتها وحتى كنت تحدث وأشارت إلى ملف البنية التحتية ومطار دبي كوجهة كبيرة ماذا نتواقع لهذه الأرقام أن ترتفع وكذلك على مدار الفترة المقبلة وتحديدا لـ 2024 إذن لقد سجلنا في الشهر الثالث عددا من الأرقام القياسية بالنسبة إلى عدد المسافرين للعام 2024 وللسنة العاشرة على التوالي إن مطار دبي الدولي قد اعتبر من أكبر مطار دولي في المنطقة وقبل من أسابيع تلقينا خبرا مفاده بأن دبي هي إذن في المرتبة الثانية عالميا لمستوى جميع الحركة الجوية كنا في العام المنصر في المرتبة الخامسة مما يعني بأننا تقدمنا ثلاث مراتب وهذا إنجاز بحد ذاته إن الأرقام بالنسبة إلى المطار هي أرقام قياسية وأعتقد أن العام 2024 سوف يسجل رقما قياسيا جديدا بالنسبة إلى المدينة وإلى المطار